مرحبا كيفكن عائلتي الحلواش والاخبار طمنوني عنكن ان شاء الله تكونوا بألف خير يا رب اشتاقت لكم كتير وقد الدنيا كله ورجعت لكم اليوم بفيديو جديد اليوم الروتين رح يكون روتين يوم كان عنا الجو كتير حلو شمس ودفع فحبيت اني استغل له العائلة معطلة فقرت لحالي بعمل هيك شوية شغلات بين الفطور بين ترتيبات وبنفس الوقت بشاركة معكن ان شاء الله تحبوا فيديو اليوم وتستمتعوا معي بس اول شي حطوا لي لايكات كتير وحطوا لي كمان تعليقاتكم الحلوة لانه كتير كتير بحب كلامكم وتعليقاتكم وكل حرف بتكتبوه بيعنيه لكتير كتير كتير شكرا كتير عالتفاعل وعالدعم الدائم منقول مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم به نبدأ وبه نستعين توكلنا على الله ان شاء الله يكون هاليوم حلو ويمر بسلام هلا اول ما بلشت بمونتاج الفيديو يعني باضافة الصوت فصار عنا مطر كتير كتير قوي فان شاء الله يكون هالفيديو هيك خير علي وعالقناة وبنفس الوقت الله يجعل ايامنا وايامكم كلها خير وفرح ورزق وكل شي بدنا اياه بها الحياة رغم انه هي فانية يعني بس هيك يعني اتمر بسهولة وبسلام وان شاء الله خير والحمد لله على كل حال كل شي بيجي من عند رب العالمين يا محلة لازم نصبر ونتحمله لحتى يكون فيه لنا اجر وسواب وفطور يوم الجمعة دائما هيك بيكون يعني منجيب شوية فلافل وحمص وفول وفتى انا كتير بحب الفتى ولادي بيحبوا الفول والفلافل والحمص كتير كمان يعني بس اكتر الشي هنا بيحبوا الفلافل والحمص فنحن هيك يعني بالبيت مقسمين وكل حدا بيحبشي فانه يعني كيف منجيب كميات قليلة من كل شغلة يعني والحمد لله على كل حال الفول يلي بيحمض ما كتير منجيبه لانه ما منحبه منحب الفول يلي بيطحيني اكتر من اسبوعين كنت عند اهلي وساوينهم بالبيت انا ومرت اخوي بس بصرحها ما صورت لانه يعني هيك كنت شوي تعبين نهاريتا وقبل بيوم مصورة فيديو وما انتجته كمان فقالت لحالي لازم انه اخد استراحة طبعا طريقتهم كتير سهلة بس يعني للامانة انا اغلب الاحيان يعني بنسبة 99% بجيبهم جاهزات الا مثلا يعني زيك بالصدفة كان خيطر على بال انه ساي فتة بالبيت اساوية بطريقتي طبعا لانه طريقة البيت بتختلف كتير عن طريقة السوق الجاهزة فيعني بساوية بس انه اغلب الاحيان والله بس تسهلوا منجيبهم جاهزات نحن هون دائما هيك يوم الجمعة فيعننا طقوس الفول ففيعننا كزا هيك محلات بيكونوا انه مشهورات كتير طبعا كله نضيف كله معقم اللقمة طيبة والمحل طبعا بيكون كتير مشهور فيعني ان شاء الله ما بيكون فيه ضرر مع انه هاي الفترة كتير مقللة كل شي جاهز يعني تقريبا مع منجيب يعني الا شباي انه الشي جاهز كله عباحب اني اساويه بالبيت وبما انه كان الجو حلو وكتير حلو والله بصراحة ودفع يعني الشمس كتير دافية انا كانت قاعدة جوة بالبيت فانه البيت طبعا بيكون بارد وبيتي بشكل عام يعني كتير كبير وكتير بارد فطلعت لبرة قلتلون حيس حالي انه كان البيت براد شغال فالجو كان جنة بكل معنى الكلمة الله يديم هيك هالناعمة علينا قلتلون على وقت كل شتت جو هيك بس طبعا يعني صعب سبحان الله سبحان مغير الاحوال كل شي بوقته حلو متل ما بيقولوا فطلعنا فطرنا برا وبعد هيك كان في عندي وجبة غسال كتير ضرورية يعني بدون يغيروا الولاد وهيك فقط الحال يلا يا بنت حطيهم بها الغسالة لابن ما اعمل شوية تنظيفات سريعة بالبيت لانه كمان بهذا الوقت زوجي اخد الولاد وراحوا فاليوم كان في عندي انه بدي امسح السجاد مسحة اول سجادة وكله نشرته برا ليش لانه بالنشرة الجوية قالوا انه في عنا يومين بس انه شمس وبعد هيك رح تبلش عاصفة كتير انه برد وهوى ومطر وهيك فقرت لحالي لأ الوقت كالسيف اللي لم تقطعه قطعك فلازم مباشرة اقوم وابلش مع انه ما كان في بصراحة يعني عندي هالطاقة القوية بس اطلح علي لأ لازم اروح واخلص كل شغلاتي المهم فهلأ هون اول شي شو عملت لميت السجادة هاي السجادة مادتة بالمطبخ هاي السجادة شو عملت اشتريتها وقت كانت مستأجرة بيت ماشي فكانت على قد الغرفة يلي كنا قاعدين فيها بهذاك البيت لما انتقلنا على هاد البيت فغرفة القاعدة عندي بدأ اربعة من هاي السجادة فشو عملت مادتة هي وحدة تانية كترقيعة يعني مؤقتا بالمطبخ لانه ما فيني اشتري سجادة للمطبخ المطبخ لسه ما مركب فيه لرخام ولا سوا فيه خزن ولا اي شي حتى المجلة والحوض ما رح يكون هون مكانهم فلما بدي اعمل الديكور الكامل للمطبخ اجباري بده تفرق معي المساحات واكيد رح يصير بدي سجادة اضغر فقرت لحالي خلاص هلا هي هيك ماشي حالة فرح امسحها اليوم تقريبا يعني اذا كان الجو حلو بالشتة بعمل لهم مسحة كل اسبوع حطيت شوية معطر وشوية دواء غسيل اراضي البيت كله وليفت ومسحة البواب والشبابيك كله هيك يعني تمسيحة عالسريع بس انه بصراحة ما صورت معكم كتير لانه لقطات مكررة ومن ناحية تانية كان بدي اخلص بسرعة والتصوير بياخد معي وقت كتير طويل وعملت تنظيف للمطبخ بتجن يعني هيك تمسيح وتليف وغسل صارت ريحة المطبخ بتشهي القلب يا الله احلى النظافة عن جد النظافة هي الشي الوحيد يلي بيعطيني راحة نفسية والشعور حلو مسحت كل شي وليفت كل شي هون صورت معكم الشكل النهائي كل يوم لما وانا عبنظف يعني بشيري شغلات بخط شغلات كان نوع من انواع التغيير وما بحب اترك الشغل بمكانة يومين ثلاثة بتدايقني لازم اضل اشيل واحط بقلن هالقى الرقيعة يلي عندي بضل بقلب وبتني فيها شو بدنا نعمل الله يديم علينا نعمة الصحة والعافية واهم شي راحة البال وهي هون احلى لقطة الغسيلات منشورات على المنشر والاراضي كلها مشطوفة ونظيفة والسجاد بعد ما مسحته وعطرته صارت ريحته بتشهي القلب هلأ شوفوا هو ما كتير متوسخ بس انا عندي المحافظة عن نظافة اهم من التنظيف نفسه ليش لانه انتي لما كل يوم ساعة ساعتين بتمشي على كل شي بالبيت بتمسحي هاي بتشيلي هاي بتحطي هاي فكله بيفرق معك ما بيتراكم عليك الشغل اطلقت عباشته في الصيفية ضربت عيني على العامود هادا كنت حطه عليه الشلال فلاقيته هيك شاعر اربع خمس شقاف قلت لحالي بسم الله شو هادا شلت الشلال صبايا شلت الشلال عنه بدي انزله منشان اشوف انه شو قصته الاقيه فرط سبحان الله يعني لو كان قالب الشلال فالشلال كتير تقيل والله العظيم قلت لهم ولا همي للعامود ولا الشلال كان رح يكسر لي السيراميك ياللي بالارض وانا عندي بصراحة يقول لهم البلاط البيت كتير غالي لانه عانيت بالزريقة لبين ما طقوا ايدي يعني فمشان هيك كتير كتير فرحت ما زعلت على هادا العامود ابدا لانه قتلى حالة انفدى بالعامود احسن ما كان قالب الشلال على السيراميك بارض الصيفية ورا اكيد ينكسر السيراميك وكان رح يصير شي مو طبيعي هايزا ما كان قالب كمان عباب المطبخ وكسروا كمان فالحمد لله على كل حال شوفوا سبحان الله الله يعني تعادي انه شغلة سيئة يعني انه انكسر شي بالبيت كنت انه جايبته والله من فترة كمان يعني بخيته وجددته فلا الحمد لله انه صارت هاي ما صار الشي الاكبر فدائما الرب العالمين بيقدر وبيلطف الحمد لله على كل حال طالعتوا لبرة وخليت ولادي ياخدوا يكبوا هون رجعوا عائلتي فكان انه ذول جي جايب لي معا شوية غراط كانوا ناقصيني نس كافيا وزيت وكلور وهيك قصاص فقط لحالي خليني اضبهم كلهم بمكانهم قبل ما اساوي العشاء يعني تقريبا هدول المشتريات كل اسبوع كل اسبوعين من جيبهم ما بحب اني اكدتال قلتلكون لانه عندي البيت شوي يعني كنسبة الرطوبة عالية فيه ومع هيك كمان نحن منطقتنا كمان الرطوبة يعني ما شي وما في فريزة ما في شي مكان واحد يحفظ فيه هيك شغلات فاول باول من جيبهم الرز السكر البرغول المكسرات كله كله بحب اني اجيبه اول باول يعني مثلا نشوفو هون جبت الرز كليين البرغول كليين السكر كليين هيك يعني عرفتو كيف دبس البندورة نفس الشي كمان بجيب كليين دبس الفليفلي لما بيخلصوه منرجع من جيب يعني الحمد لله في حوالينا محلات وفي كل شي فالواحد ما بينقطع ان شاء الله الله لا يقطعنا من رحمته هون في عندي صبيع بتقلي انه احكي لنا عن وسواس الطهارة والنجاسة انه انك تشوفي شيخ او عالم تسألي من ناحية هذا الموضوع يعني لانه بصراحة يعني انا ما بعرف يعني ما عندي يعلم بهيك قصة بس بشكل عام بيقولوا انه الوسواس من الشيطان الشيطان دائما بيوسوس اني وضوءك مو صحيح من شاء انت مثلا تتكيسلي انه تقومي وتتوضي الشيطان بيوسوس لك انه الاغراضك من طهرات ولي اخره فانتي طالما انه انتي مثلا ما لك شايف شي بيعينك انا من زمان سمعت شيخ كتير معروف بس والله نسيت اسمه كان عبي يحكي عن نفس هذا الموضوع فقال الشيطان هو يلي بيوسوس لك لأ انا خلص متوضي فانا متوضي دائما اصلي لما مثلا بيصير شي جواتي عبي يحكي انه لأ يمكن ماري متوضية خلاص قوم يتوضي عادي يعني مثلا انه انتي مثلا المي متوفرة المكان متوفر فخلاص قوم يتوضي اذا لأ مو متوفر فخلاص تصلي وتوكل على رب العالمين من ناحية الغراض فخلاص يعني انا مالي شايف انه في شي على غراضي العين مرجيتني انه ما في شي مصر معي شي فخلاص عادي يعني ما في داعي انه الوحد يكتر وسواس لانه الوسواس بتاعب النفسية بتاعب الجسم وبيخلي انه انتي هيك في عندك نقطة ضعف وشخصيتك ضعيفة قدام هاد الشي فالشيطان بيستغل هاد الضعف يلي فيك بانه كل ماله يكبره يكبره يكبر الوسواس لحتى توصلي لمراحل كتير صعبة فانا بنصحك انه خلاص الجقي لعينك عيني ما يمرجيتني شي غلط ما في شي بغراضي خلاص غراضي طهرات بتوكل على رب العالمين وبصلي بتوكل على رب العالمين وبكمل وان شاء الله يكون خير ما بعرف انا هاي يعني كل شي فيني اقلك يا وان شاء الله رب العالمين بيحميكم والله يجعل صلاتنا وصيامنا وقيامنا وكل شي مقبول بازن رب العالمين وان شاء الله يكون خير ديننا دين يسر ما في داعي انه كتير هيك نعقد القصص منتوكل على رب العالمين منقول يا رب ومنستمر وان شاء الله يكون خير واذا مثلا انتي حيستي انه الموضوع كتير ومسيطرة عليك فلا ارجعي لانك مثلا تشوفي عالم دين اسألي مثلا الشيخ او شيخة او انسة مثلا بتعطي دروس دين هيك فشوفي انتي يعني شو هو الشي اللي بيناسبك بس انا هاد رأيي فاشتغري فيه وان شاء الله خير هلا شوفوا هون بدي اعمل فكرة هي بتصير غداء وعشاء فنحن هون كنا بشكل عام يعني نحن هلا بها البرد هذا والنهار اللي اصير فعم ندمج الفطور احيانا مع الغداء والعشاء بيكون واجبة وحدة رئيسية وبعدك مثلا ممكن المساء بيكون شي خفيف فهون بدنا ناكل كنا كتير انه خلصت انا شغلات البيت وهيك والولاد رجعوا جوعانين فبدي اساوي شي احترت بصراحة الجو يعني كان ما بتحبي تقومي تشتغلي فيه لأ بتحبي انه تستمتعي فيه بالهدوء وبنفس الوقت انا منطف المطبخ ومنطف البيت كله وكنت كتير تعبانة يعني تقريبا فقط الساعة 8 سبعة ونص تقريبا يعني بس انه انا قمت عشغل البيت الساعة 8 ما قعدت للمساء تقريبا بعد ما صليت العشاء فكان يوم كتير صعب بهاد اليوم بختار اكلة تكون سهلة حطيت معلقة سمنة وقليت اللحمة بشوية ملح وبهار وفلفل حمر الرش وبعد هيك رح احط البيض بقلي البيض لحتى يستوي ورح اساويهم لفات فيكي مسلا تساويهم بصمونة او انه بخبزة عادي حسب ما انه انتو بتحبوه ورح ارويب جنبه اللبن اكلة كتير سهلة وسريعة وبنفس الوقت يعني هيك انه مشبعة وطبعا كمية الفطور كانت كبيرة وكمية الاكل يلي هلا انا عبساوي كمان كبيرة لانه ما كنا لحالنا مشان ما تستغربوا يعني شو بدنا نعمل احيانا هيك الواحد انه بينجبر انه يعمل شغلات سريعة على حتى يخفف على حاله ضغط غير شي لانه طالما الجو حلو لازم اخلص من الغسيل التنظيف التشميس اما الطبخة فهيك اليوم يعني والاكل صاير كتير بحير وخاصة والله هلا بها البرد هذا والنهار القصير يعني اذا بسلا بدك تساوي لك اكلة مثل محاشي ويبرأ كبة فلازم تقومي من الصبح انا بشكل عام يعني الانهار يلي بيكون في عندي فيه هيك اكلة بفضل اني من الصبح انه بس هيك شوية لملامات بالبيت بصليت ضوحة وبدخل على المطبخ ببلش بالاكل من شان على عصر اكون مخالصة طبخ قلي كليات وهذا يكون مضبضب يعني بالليل ما بحب اني اشتغل ابدا عندي وسواس اسمه شغل بالليل ان كان طبخ او تنظيف او هيك الا مثلا اذا كان عندي المطبخ شوي معجوق ماشي والصبح عندي غير فكرة حيطة ببالي بدي اصور فيديو حيطة ببالي عندي طرعة من البيت او عندي غير شي يكون مهم فايه بنظف المطبخ بالليل بعد ما صلي العشاء بدخل عليه بنظفه بعطره بخلصه وبطلع بقول لها حالي ارتحت منها غير هيك بصراحة ما بحب اني اساوي شي تاني ابدا وهون رح اساوي شاي صورت لكم هاي البسكويت اكتشفتها من كم يوم كتير طيبة صبايا شوفوا نسبة الحلاوة فيها ابدا ما لك كتير هيك اوفر لا بالعكس الحلاوة فيها كتير حلوة وبنفس الوقت طعمتها كتير طيب ذكرتني ببسكويتها كنت اجيبة لما كنت كتير صغيرة يعني طبعا كانت تجي هي بالموز وبالشوكولات بس ما كان هيك شكلها يعني كانت تجي بغير شكل بس نفس الطعمة كتير كتير حبيتها وطبعا ما يغالي سعر 18 ليرة بس فجربوها وان شاء الله الف صحة وهنا على قلوبكن ساويت هون شاي وهيك بيكون خلص فيديو اليوم وبنفس الوقت خلص يومي والحمد لله على كل حال كان يوم حلو متعب بس الراحة النفسية فيه كتير عالية لانه نظفت البيت الله يقويني ويقويكن جميعا عالتي الحلوة وصرت معكم لنهاية الفيديو ان شاء الله يكون حبيته فيديو اليوم انا بالنسبة لقالي حبيت يومي لانه شاركت تفاصيله معكن كتبولي رأيكم بالتعليقات وانتظروني بفيديوهات كتير حلوة ان شاء الله عب حضر لكم ياها انا بالنسبة لقالي متحمسي اذا انتم متحمسين انتظروني واهم شيء اهم شيء كتبولي كلامكن الحلوة وبامان الله وان شاء الله تضلوا بألف خير يا احلى عائلة بكل الدنيا